اشتركوا في القناة 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 طبعا أخواني بدأ يكون ما فيه غياء الريش دعونا أرجيكم الذكر طبعا معنا هذا الذكر جاهز بمية للتزاوج الشروط الأساسية أن يكون طائر ذكر مغرد صوته قوي ويكون ما فيه أي غياء الريش أبدا طبعا اللي بيعرفوا بالطيور الكناري إذا كنت مربي جديد بدأ تتأكد أنه كان هذا الذكر مغني بغرد يعني صوته قوي بعدين يكون ما فيه غياء الريش ولا يكون فيه أي مرض ولا التهابات ولا تسييف ولا أي شيء يعني يكون ذكر خالي من جميع الأمراض ويكون مغرد يعني لا تشتري الذكر إلا حتى تسمع صوته أنه يكون صوت تغريض قوي وبتمسك الذكر الكناري طبعا وشان تأكد أنه ذكر وجاهز للجيزة متل ما يكون شايفين وتشوف المزبل هاي مزبل للذكر متل ما يكون شايفي لخواني هاي مزبل مبين وواضح ما شاء الله عليه ذكر مغرد قوي ما فيه غياء الريش ولا أي شيء من الأمراض هيك يكون خلصنا من الذكر نجي للأنثى أخواني طبعا الأنثى بدك تجيبها كمانا تتأكد أنها جاهزة بسم الله مغرد قوي بسم الله لأنها وقوة الحمدلله جاهزة من فضل الله طبعا ما فيها غياء الريش وهاي جوزية تبعتها طبعا اخواني المزبل باتجاه الذيل مثل ما عاكم شايفين بطن نافخ ومنظف صدره البطن والصدر نضيف خالي من الريش طبعا اذا فيه غيار ريش قوي لازم ما نحط الذكر عليها لازم تكون النظفي صح مثل ما شفنا هيك انثى تكون جاهزين ان شاء الله للتزاوج طبعا انا مجربة منجيب الذكر والانثى طبعا اخواني نحطهم عننا على الحيط جنب بعضهم منخلي مسافي 30 سنط او 40 سنط 50 سنط بين بعضهم بين القفاصين مشان نشوفوا بعضهم ضروري ان نشوفوا بعضهم مشان يتوالفوا على بعضهم طبعا المدى بتتراها واحد من الاسبوع للعشر تيام اذا كانوا جاهزين طبعا الانثى اخواني منحط العش للانثى بالقفاص اللي كنا نحنا ناوين منتزاوجهم فيه منحط العش منحط لها خيطان منحط لها قطن منجهزها يعني انه نجيب الذكر ونحطه بالقفاص معا طبعا الانثى بتحطه بقفاص التزاوج والذكر بقفاص تاني شايفين اخواني وبعدين بس شفناهم متوالفوا على بعضهم والذكر صار يوقف هون على السياخ ويغرد وهو يطلع للانثى والانثى صارت تلعب بالخيطان بالعش بتكون امورهم تمام ان شاء الله بهذا الوقت اخواني منجمع الذكر على الانثى بهذه الطريقة وان شاء الله هيك اخواني بتم التزاوج بين الذكر وبين الانثى وما بتصير اي مشاكل ان شاء الله بيناتهم يعني طبعا اخواني بتكون تعطوهم غزاء بيض مسلوق وجرجير ورق فجل مثل ما كنت شايفين شو صار تولفوا على بعضهم شايفين اخواني بالاضافة لخلطة الكناري حطلهم الخلطة بالبداية بتغزيهم صح ويبشتولوا بسرعة وهيك ان شاء الله تضمن انه صير عندك جوز من الكناري جاهزة وجاهزين للتزاوج ان شاء الله تستفيد منهم والله يرزقنا ويرزق الجميع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة